سوارش أعلن قائمة المباراة وحنشوفها حواريها لحضراتكم حالا علي لطفي مصطفى شوبير حمز علاء محمود متولي رامي ربيعة حسام حسن صلاح محسن محمد محمود محمد عبد المنعم كريم فؤاد لويس ميكي سوني ومحمد هني واحمد سيد غريب ورقفة خليل واحمد عبدالقادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل زي ما حضراتكم شايفين القائمة فيها أسماء جديدة القائمة فيها أسماء جديدة رقفة خليل لعب منتخب الشباب بعد عودته الحياة من الهزيمة في المباراة النهائية أمام السعودية والفوز بتاني كأس العرب عودة رقفة خليل إن شاء الله يكون جيد مع الفريق ويكون له دور مع الفريق خلال الفترة اللي جاية أحمد عبدالقادر وعودة بعد إصابة خروج ديانج الحياة للراحة ودي برضو من أهم المميزات اللي نقدر نشوفها خلال هذه الفترة لأنه المرحلة دي هي دي المرحلة الأسماء اللي حضراتكم تسمعوها دي هي دي المرحلة القادمة داخل النادي الأهلي أو الأسبوع العشر تيام اللي فاتوا والأسبوع والعشر تيام اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله يعني مباراة إسترن أعتقد إن شاء الله أنها تكون بداية أو بداية جيدة لكثير من اللاعبين خلال الأيام القادمة والمباراة القادمة مباراة إسترن هيلعب إزاي؟ وجهة نظرين أنه هيلعب بشكل هيقفل كابتن عبدالعيل معروف اسلوبه مدرب كبير وقدير بيحاول هيلعب على الهجمات المرتدة وعنده مجموعة لعبين النهاردة بالمناسبة في الفقرة الأولى حيكون معايا كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام والفقرة الثانية سابت وكريم سعيد نتكلم معاهم فنيا كابتن عادل طبعا وكابتن ماهر والفقرة الثانية كريم وأحمد سابت هنتكلم معاهم أيضا من على الشاشة والهجمات اللي بيعملها إزاي فريق إسترن كامبني وبالتالي بكرة حيكون في حلول مهارية وجهة نظري مهارات فردية من اللاعب تندي الأهلي أنت بتلاعب فريق بيلعب في نص ملعبه أكتر وعنده ثقة خلي بالحضراتكم الإسترن الفترة اللي فاتت عامل مفاجآت كبيرة جدا بالفوز على المصري أعتقد على تعادل في مباراة كان مغلو فيها 2-0 ويرجع 2-2 وبالتالي فريق جيد وما بيفقدش الحقيقة تركيزه خلال المباراة